الفنان الكبير وليد عاوني أنا هرجع تاني لفرقة الرقص المسرحي يعني كيف تختار من يعملون بها؟ من الرقصين أو الرقصات؟ يعني كيف؟ أنا معروف عني هوني أنه بعمل قدشن طويل بيطلع روحا معها بيخد وقت مش يوم يومين أنا أوقات بيخد شهر أوقات حتى صحيح تكون مأكد من الواحد أو الوحدي اللي بيفوتوا لعنا لأن كتير عامل كلوز على الموضوع لحتى أنه الاختبارات تكون فكريا أكتر تكون باكراون طبعه إيه يعني هو ثقافته إيه كيف بيفكر طبعا الحركة أو الجسم كتير مهم أنا بيخدهم أكتريتهم يكون عندهم بيز قاعدة كلاسيك بلاي وفي أوقات بيجوا من الفنون الشعبية كمان بيخدهم بيكون فرق الفنون الشعبية أها طبعا أول ما بتدات 8 أشخاص كانوا من الفنون الشعبية يلا ما عمد سقوط إيتاروس يعني بتختبر عقلياتهم وطب أداءهم بقى الحركة أداءهم الحركة لا أنا بعطي يعني لما بيشتغل معهم إشان أشتغل الحركة بعطيهم معنى للحركة أنا بعرف أنه جاي من المعهد أو جاي من البلاء أو جاي من أي فرقة أو بعرف التكنيك وبشوف بلحظات بعرف هو إيه إنما شو المعنى كيف بيفكر بالرأس شو ليه بيحب الرأس ليه بده يكون رأس المعنى بيعطي مثلا أنا تصور إنه في جناح عم بيطلع من ظهرك شو بتعمل بالجناح يلي عم بيوجعك وبيطلع من ظهرك فده بتجبري إنه يمثل حركة اللي هو صحيح بحط له موسيقى وبيقول له وريني إزاي أعطيني الإحساس إنه في جانح بيطلع من ظهرك طب ماذا عن الجمهور بقى أي يعني هل فعلا فيه إقبال على المشاهدة بشكل مكسف على سبيل المثال لو مثلا فيه فرقة رضا في المسرح المجاور إلى أين سيذهب الناس إلى أين سيذهب الجمهور يعني جمهورك عدد قرير الجمهور للفنون الشعبية إلى الجمهورة الجمهور الرأس الحديث لجمهوره البالي لجمهوره من جمهور؟ نحن مختلط طبعا مختلط مختلط بعدين بيفرق بين مسرح الجمهورية ودار الأوبرا كمان أو الإسكندرية الإسكندرية بكثير بيجي لناس بيجوا من الإسكندرية؟ الإسكندريين لأن في جامعة جامعة الإسكندرية اللي فيها قسم مسرح كلياتهم أنا كان في مادة على أيام الدكتور أبو الحسن سلام كان في مادة الرأس الحديث وليد عوني مدة ثلاث سنين وكانوا جيجوا الطلاب ويشوفوا العروض ويعمل لهم امتحانات وأنا أعطيهم محاضرات وينزل أسئلة للامتحان للمسرح يعني بدي أخيرا يعني صراحة الموضوع أنه رغم أنه أنا لما جيت ما كنتش عارف أنه عم أسس أنه عم فرقة 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 الحديث إنما لغاية دلوقتي النقاد حاليا يعني به العرض داي اللي هو عرض كي لا تتبخر الأرض النقاد أغلبيتهم كتبوا أيوة وليد عوني أو الرقص مسح الحديث أثر على المسح المصري أي